شد ورخي بين الجزائرية للمياه وسكان المنطقة الشرقية لبسكرة المؤسسة تطالب بحقوقها والزبائن يستهجرون أسلوبها في قطع الماء عنهم والإشكالية هذه عندها ثلاث سنوات والحد الآن ما زالت مسعص بورك براسها الشركة هذه مؤخراً يجيس سيدي حب يقطع على الناس على السكان الماء بحجة أنكم سارقين الماء ثلاث سنوات نطالب في هذه المؤسسة أنها تجيب وتسوي الوضعية تركبنا العددات تجيب الفواتير ونمستعدين المواطنون مستعدون لتسديد ما عليهم شريطة تسوية الوضعية بما يرونه في صالحهم كما يقولون يجاو المرارفات على أساس بشيء يديروا عملية القطع نحن قلنا لما نحن على استعداد فقط تسوي الوضعية الوالي اللي سابق قالوا أرواح اللي لهم مشكلة نتاحهم سوي الوضعية دير العددات جيب فواتير ونسل لك جاءوا بدون سابق إنذار لا إعذار لا ورقة لمباشرة جابوا لآلة الحفر وحبوا سيقطعوا الماء لما توجهوا بي إلى العدالة أخذت براءة مدامي أخذت براءة في العدالة معناها رانا على حق مدير المؤسسة قال إن المعنيين ملزمون بتسديد ما هو مطلوب منهم مع تسهيلات في الدفع إيصالات الغير قانونية اللي راه هيكي كانت عددها كبير على مستوى وفي الشكل أنه المواطن يرفض رفض تام تسديد المواطن عنده حقوق وعنده واجبات وهذا يعتبر واجب عليه أنه يروح أنه يتقرب مننا باش يسوي وضعيته وإحنا رانا ندلنا تسهيلات مع المواطن وطلبنا منهم يتقربوا إلا نأواجهنا الرفض التام المسح الماضي غير ممكن لأن المؤسسة عندها إنتاج إنتاج مياه اللي رابطوا وجد على مستوى الارابور اللي نديروهم وكيفه نقول لي ونحن نجستفي والبرودكسيون تعنا اللي راح توضرت الجزائرية للمياه ببسكرة تشتكي تراكم الديون عليها في حين لم تعد قادرة على تحصيل مستحقاتها والزبائن يستغلون الماء دون تسديد ولكل مبرراته اشتركوا في القناة